تابعة المنتخب بشكل كويس طبعا ايه طبعا تابعة المنتخب ايه تقييمك للي حصل والله المنتخب طبعا عندنا مشكلة اكيد يعني مش مناحدش قدر يقول ان المنتخب على ما يرام مش هو ده مستوى مصر ومش هو ده المستوى اللي يجب يكون عليه المنتخب المصر نوعية اللعيبة انا مش مع فكرة ان نوعية اللعيبة يعني سيئة زي ما الناس بتقول لا بالعكس انت برضو معك نوايات لعيبة كويسة ومعك وتقدر تطورهم وتقدر وهو ده الشغل اللي طول الوقت خلي بقى لك فيه احصائيات عملت ان معظم الناس اللي وصلوا لكاس العالم وصلوا بمدربين وطنيين اه دي النقطة فهنا بيفرق الروح بقى يعني هنا بيفرق الروح اللعيبة بتيجي بيبقى عندها روح بتقدر بعمل الروح بتقدر تتفوق شوية حتى لو لو الكفاءة والكواليتي مش قوي بتقدر تعوضها بالروح بالاسرار وده اللي شفناه بقى على مر العصور احنا كل تجاربنا النجحة مع المدرب الوطني مع المدرب الوطني تسعين في المي تسعين في المي تسعين في المي اه ده اللي كان لكن نشوف احنا شفنا الجهري وشفنا حسن شحياته قبلهم وعبدو صالح الوحش قبلهم يعني مدربين عظام جدا مصريين واعتقد الله احنا محتاجين نعيد تاني تجربة المدرب الوطني بالشكل يعني مع احترامي لكل الناس ما يجيبش نقيس على تجربة حسن البدري انا رأيي انه مكانش معها الاصلة لكات المنتخب يعني دي قصة تاني لكن لا عندك مدربين منورين في الدوري يعني متدرش تنكر ان احمد سامي مدرب كوف متدرش تنكر ان عمد النحاس مدرب كوف وعلي ماهر وعلي ماهر وعمد النحاس في ناس كتير اه نا يعني ناس كويسة وطلعين اللي بالنسبة لي برضو كان كويس إيهاب جلال يعني معاه أكتر من تجربة بيقول إنه هو بدرب كويس أو بيقسم بس محتاج ده إني الناس سيكوة محتاج تروعين عليهم وده أعتقد اللي محتاجه المنتخب المنتخب محتاج يعني مدرب ممكن يبقى وطني أفضل وحسام حسن طبعا من المدرب هاي أليس كنت أقول لحضرتك لكن فكرة إنه إنت كل شوية بقى تقعد يعني نخش في مشاكل طب ليه طب إيه بتاع كروش طبعا عنده مزايا وعنده عيوب يعني مزايا إدى فرص لبعض اللعيبة ممكن إحنا ما كناش مكتشفينه يعني محمد عب منعيم نتكلم على أحمد رفهد نتكلم عن حسين هو أحمد رفهد عمل معا إيه ما أخدهوش معاقش ده برضو محير جدا يعني مش مسألة إعطاء الفرصة هي مسألة مسألة أولا المرحلة اللي جي فيها قبلنا إنه يدي فرص في البطولة العربية بس كان ينبغي أن أستقر على قوام المصريين يعني يبقوا مقتنعين بإيه إنما إنك تبقى متناقض وماشي معنا بسياسة الصدمة واللي أنا شايفونتوا مش شايفينه وحسبوني على نتيجة كاس العالم وبعدين يجي نتيجة كاس العالم نسمع كلام غريب جدا إنه راجل ده لازم يبقى صاحب مشروع أنا نفسي حد يجيب زمين نحمد درويش لما سأله في المؤتمر الصحفي وقال له إن الأداء مش كويس لما في المباراة اللي هنا واحد سفر ولأداء مش كويس قال له إزاي مش كويس الراجل بيتكلم عن مطش تقريبا إحنا كلنا ما شفناهوش إحنا كلنا عاقوا واتهم أحمد قال له أنت بتكلم لها أنت مشرفش المباراة أنت مين فيكم مبسوط أنت مشرفش المباراة يعني شوية فهلاوة أجنبي كده شوية فهلاوة ودهني عايز أقوله في المباراة التانية ما هو اللي قاله أحمد درويش انعكس في المباراة التانية أنت مطلعتش قدام يعني باستثناء الكورتين بتوعزيزه وإحنا الجون ما شفناهوش عارس المرمى السنغال ما شفناهوش يعني حتى كورتين كانوا برا القايف بس كانوا خاطرين وإحنا كلنا كنا شايفين نزيزه ده من المطش الأولاني مفروض يكون في التشكيل من البطولة اللي قابليه ويكون في المطش اللي هنا كان الناس كلها بتتمنى أنه كان ينزل في الشوت التاني وهناك برضه كان ينزل بدري ولما نزل عمل فرق فطبع برضه يعني الناس كلها تقول كسور منه كسور طبعا فيه فيه مثلا أنا ما زرعي مع أن أنا من مقتنعين وشايف أن رامي ربيعة ده لعيب كبير بس ما كنت شايف ما جابوش جابو في لحظة مش جاه آه يعني أنا بتخيل أن رامي ربيعة كان قاعد بيفكر موسيباني هيدمه جواة 18 في ماتش الهلال ولا لا فما راعد لله نفسه وإنت جايبه كمان إصابته كتيرة إنت لما اخترت 25 واحد مخدتوش ففجأة تجيبه من بره فتلعبه أساسي آه يعني والتنين استردباكات اللي انت احتياطي عندك ما بتلعبهم لأ أنا ساعد هسأل السؤال بطريقة عكسية مش هقوله أنت ليه اخترت كابتر رامي أنا هقوله ليه اخترت الاتنين التانين طبعا ما أنك مش مختنع أنه لما تحتاجهم هيا لما أنت واخد محمود علاء وآيمن وآيمن خدتهم ليه وبعدين إبراهيم يخش ويجي ربيع يخش ليه برضو كانت غريبة شوية يعني ده اللي عايزة أقوله الاستسلام لمنطق هذا الرجل ينطوي على بجد يعني نوع من عدم تقدرنا ذاتنا لا ده أنا عايزة أقوله حراك كمان نقطة كمان محيرة أنت جبت عمر جابر لعبت بالبطولة الأفريكية كلها بعمر كبال عب واحد باكي مين بعدين جبت عمر جابر عمر جابر أصيب نزلت إمام عشور منزلتش عمر كبال عب واحد اللي هو إمام اللي لعب المباراة فاينل وكان كويس قوي على سيد وماني يعني إحنا طبعا مع إقرارنا دحق المدير الفني بس ما تحيرناش ما تقولش متناقض مع نفسك يعني تتناقض معنا بنقول دحقك لكن تتناقض مع نفسك ومع اختياراتك ومع قناعتك محدش فهمنا لو فينا عهيبة عليهم يعني يعني مش عارف هو فيه فندم مدرب يبقى معاه خطه جوم يجيب جون في 7-8 مطشاط يعني يعني إزاي يعني لا لا والجون على رأي المهندس خالد عب عزيز كان كاتب بوست قالك 450 دقيقة جبنا جون بمدافع سنغال احنا جبناش جون بالظبط أو على رأي يعني مصرفة محمد مثلا في البطولة الأورنية مش مجابش جون مصرفة عمل جبش جون مضيعش جون بس خلي بالك برضه لأن خطة المدرب أنه يلعبه مدافع طيب أنت بنزل رأس حربة مدافع تعمل بيه طيب انا